اشتركوا في القناة مؤسسة سقيا الماء والمشروعات الجميلة اللي بنشوفها وبنشوف الانجازات على ارض الواقع في التقارير معانا في برنامجنا يعني هو الحمد لله هو ده فضل ربنا طبعا وفضل ثقة الناس فينا وانه هما دايما بيدعمونا لما بنيجي بنقولهم ان احنا عندنا مشروع جديد فهما بيكونوا اول الناس الدعمين لنا دايما ورانه الحالات اللي فاتت كنا اتكلمنا على قرية سقيا الماء واحد اللي هي في الوادي الجديد وانه نحنا هنستصلح 200 فدان وربمائة فدان هنعمل فيهم سق النخيل او وقف الخير النهاردة واحنا جايين نفرح الناس ان احنا عندنا قرية سقيا الماء اثنين وقرية سقيا الماء ثلاثة قرية سقيا الماء اثنين دي هتكون في سيوة محافظة مطروح وقرية سقيا الماء ثلاثة هتكون في ودي النيترون محافظة البحيرة في كل قرية مختلفة شوية عن الزرع مثلا اللي بيحصل هنا او التمية اللي بتحصل في كل محافظة مختلفة بحيث ان هو كل محافظة لها طبيعة الصحراء او طبيعة التكوينة بتاعتها اتكلمنا وخلاص الناس اعتقد عرفة موضوع الوادي الجديد والنخل اللي فيها عايزين نشرحها برضو للمشاهدين الفكرة حلوة جدا هي فكرة الوقف للليه بالزبط طيب موضوع الوادي الجديد احنا كنا اتفقنا ان احنا هنشتغل على 200 فدان 200 فدان دول كل فدان هيتزرع فيهم 60 نخلة فبنتكلم اجمالي المتين هيتزرع فيهم 12 الف نخلة النخلة الواحدة بتطلع معانا من 250 لربمية وخمسين كيلو بلح في السنة اجي بيها البلح ده فبيديني الريع وبيديني مبلغ 8000 جنيه يبقى انا بضمن للمتبرع نفسه ان هو لما بيديني 4000 جنيه يبقى ان الصدقة بتاعتي دي تروح فين طيب سألنا برضو عن عمر النخلة دي نفسها يبتقض كم سنة فقالوا انها بتقض اكتر من 80 سنة فانا النهاردة ب4000 جنيه بس بضمن ان انا في ريعة او صدقة بتاعتي مستمرة كل سنة بيخش لي 8000 جنيه في مشروع انا بحدده لمدة اكتر من 80 سنة فاكن كده يعني زي انا بقولها دايما بتاجر مع ربنا في ودي افضل التجارة ان احنا ممكن نعملها المتاجر مع الله يعني نروح ليه محافظة مطروح يعني في سيوة هنعمل ايه هناك هنزرع برضو نخل بس طبيعة الصحراء هناك بتتزرع فيها زرعتين مشهورين جدا هناك الزيتون والتين فهيتزرع برضو نفس الموضوع هناك هيبقى فيها زيتون وفيها التين في سيوة في الودي النيترون برضو هيكون النخل وهيكون فيها تين وفيها زيتون ناس سألتنا لفترة اللي فاتت هو انتوا ليه بتعملوا الكرة وليه بدل ما كانت قرية واحدة بقى تلت كرة ومستمرين في الكرة دي اول حاجة احنا جمعية اسمها او مؤسسة اسمها سوكيا الماء للتنمية فانا دوري مش بس مجرد ان انا اجمع تبرعات وافضل اجمع تبرعات طول السنين دي لا ده انا بدور على مشروع بديل للتبرع لانا النهاردة ممكن في وقت من الوقات بعد المشروع نفسه يشتغل ويكون الريع بتاعه وداخل لكل المشاريع يبقى انا في الوقت ده انا مش محتاج ان انا امدي ايدي واجمع للناس تبرعات لا ده انا بروح القرية بعمل فيها تنمية شاملة اول حاجة انا بوفر فرص عمل للمحافظة نفسها بجيب الناس دي تنزل تزرع دي حاجة حاجة تانية بفلهم بعض الموارد ان هي اصلا مش موجودة عندهم زي ان احنا في المتين فدان التانين غير المدين فدان بتوع النخيل انا هعمل فيها مزرعة اسماك فالسمك اصلا في الوادي جديد مش موجود فانا بمدهم بحاجة جديدة هي اصلا مش عندهم دي حاجة حاجة تالتة انا النهاردة القرية دي المبارغ اللي بتطلع بيها لان انا بقوله الريع اللي هيروح لبعض المشاريع بتاعت سكي الماء انا هطور بها الجوة المحافظة بمعنى انا النهاردة عندي في محافظة مطروح عدد كبير جدا من الناس ما عندهمش اقبار طب لما اعمل قرية في محافظة مطروح يبهي المسؤولة عن كل الناتج من النخل او الناتج من المتين فدان او الزراعة اللي بتطلع من القرية دي بيخش لي جوه الابار دي فانا بقى خلاص انا بعمل تنمية مستدامة للناس جوه ما بحتاجش ولا ان انا ابدأ ازايد على الناس دي او انا اطلع اقول بقى الناس دي محتاجة لقى خلاص هما بقى عندهم مشروع شغالين عليه دايما وفي ناتج طالع بيعمل التنمية بتاعته هدفنا ايه الفترة الجاية في الموضوع المشاريع ان احنا نغطي كل المحافظات بكرة سوكي الماء اللي هي القرية اللي فيها التنمية المستدامة اللي هي تغطيلي كل الكرة ما يكونش فيها حد محتاج ما يكونش فيها حد عايز يمدي ايده عشان ياخد ولا مني ولا من غيري هو ده دور مؤسس سوكي الماء الفترة دي تمام ربنا يكرمكم جد على الافكار والمجهودات الحلوة دي وفكرة الوقف لله دي بصراحة فكرة جميلة جدا يعني انا اكتر واحدة يعني متشجعة ليها وطبعا ارقام من التليفون موجودة على الشاشة عشان اي حد حابب ان هو يتواصل مع مؤسس السوكي الماء ويبقى جزء من المشروعات الحلوة دي طبعا فيه ناس بتحب تتصل وفيه ناس بتحب تتبرع في البنك مثلا وانتو عندكو كذا طريقة بتنزل في الدعاية بتاعتكو زي مثلا ايه؟ احنا عندنا بودفون كاش ممكن عن طريق بودفون كاش هو قاعد في البيت يطلع على الموبايل بيكون سهل جدا ان هو يحول على طول المبلغ اللي هو عايزه ممكن عن طريق البريد في اي بريد على مستوى المحافظات مصر كلها يقدر ينزل يحط الفلوس اللي هو عايزها يعني الرقم اللي هي على الشاشة باسمه مؤسس السوكي الماء بيحط التبرع يقدر عن طريق الارقام الموجودة دلوقتي ولسه الايام الجاية هيبقى فيه الهوطين رقم مختصر خمس ارقام عشان تسهيلها للناس ان هو يقدر يحفظه برضو عن طريقه اتصل بالمؤسسة المندوب يروح له لحد البيت احنا بنحاول نشوف كل الطرق اللي هي تكون بتسهل للمتبرع بحيث ان هو ما يتعبش ان هو ازاي يبعت لمؤسسه كلمات التبرع طبعا غير طبعا المشروعات دي فيه طبعا المشروعات الاساسية بقى بتاع السوكي الماء اللي هي طبعا توفير الماء يعني سواء كانت من خلال الابار او من خلال محطات تحليط الماء او وصلات الماء من النيل ووصلات الموسير للبيوت تمام احنا طبعا التوجه بتاعنا دلوقتي الفترة دي محطات التحليطة ليه محطات التحليطة بنركز فيها او عاملين عليها زبط دلوقتي لان هي بتخدم عدد كبير جدا من الاهالي يعني لو كلمنا على الكرة بتاعت او المحطات التحليطة بتاعت محافظة مطروح الفترة الجاية احنا عندنا خمس محطات شغالين بيهم بالتوالي بنخلص محطة بنخش على التانية ليه ركزنا هناك لان هم عندهم يعني نقص في المية العزبة هم عندهم مش مية عزبة حتى لما بنيجي نحفر بار مياه جاو فيها هي بتطلع المية ملحة فاحنا قلنا طب ايه البديل ان احنا نعمل المحطات دي او نرفع كفاءة المحطات دي علشان نوفر للناس عدد كبير جدا من المية هو عندهم مشكلة كبيرة جدا ان هو النسب المية اصلا للفرد او الاسرة بتاخدها وكنا اتكلمنا عليها الحلقات اللي فاتت ان الفرد مفروض او الاسرة مفروض بتاخد عشرة مية بس هو بيوصل لاربع تن بس فدي اصلا ما بيتكفهوش لمدة اسبوعين هو بياخد كل اسبوعين اربع تن هو مفروض كل اسبوعين ياخد عشرة تن فتخيلها حترك بقى احنا عندنا النهاردة لو المية قطت عندي ربع ساعة انا بتجنن وبقى مش قادر طب هو بقى بياخد اربع تن مفروض يمشي بيهم حالو اسبوعين كاملين علشان الاسبوعين اللي بعده ياخد اربع تن تاني فهو الموضوع صعب جدا فاحنا قررنا ان احنا نعمل حاجتين مهمين جدا اول حاجة ان انا هعمق البير المعمول اصلا في المحطة بتاعة التحلية دي علشان نسبة الملوه هتقلي معايا فتطلع المية اكتر او عزبة اكتر دي نقطة حاجة تانية ان انا اكتر او ادخ مية اكبر فيوصل نسبة المية مش اربعة ممكن توصل لستة تمانية حسب ما يطلع المية فانا بحاول ازود له النسبة اللي هو عايزة طيب المحطات لو هنتكلم بقى على محطة اسمها شماس ودي اول محطة احنا بدأنا فيها الفترة اللي فاتت المحطة دي بتخدم كم فرد تخدم ستة لاف فرد ستة لاف فرد بيخدموا بيشربوا من المية دي يوميا فانا النهاردة لما بحط الصدقة بتاعتي فمحطة زي دي يعني أنا باخد سواب ستة لاف شخص يوميا باخد سواب المية اللي هو بيشربه المحطات التانية هي يعني اعتقد متقربة برضو نسب المستفيدين بشهادة المحطات او الشركة المية نفسها ما قد لنا النسب اللي بيستخدموا قوة ضغط على المحطات دي عاملت زي طيب هل المؤسسة وقفت على المحطة التحليف مطروح وقالت خلاص بقى انا هوفر لهم مية فنسبة المية هتوصل لهم اعلى من اللي كان بياخدوه فهم كده كفاية عليهم وقلنا لأ احنا طيب ايه التطوير اللي ممكن اعمله في البير اللي انا اصلا اتشهرت به او اتعرفت كمؤسسات السوكي المية ان انا بعمل قبار تخزين امطار اللي بيبقى بالحنفيات افتح حنفية المية تنزل لأ دي احنا طورنا كمان ان احنا بينا ناخد وصلات من القبار لجوه البيوت فيبقى انا كده وفرت مية عزبة للناس عاليت النسبة بتاعت الفرد او الاسرة من اربعة تن لأكتر من اربعة تن من ستة لعشرة خليت القبار بتاعت المستفيدين ان انا بعملها لهم بدل ما كانت في الشتا فيها مية وفي الصيف ممكن ما يجيش فيها مية لأ دي انا خليتك صيف شتا عندك مية خليت المية توصل للأسر جوه البيت بدل ما كان بيطلع للبير وبيتعب او عنده في بعض الاهالي كان يقولون ان هو في حرمة الستة عندهم في العرب دي شديدة عندهم شوية فانا خليت له الحتة دي بعيدة عن الرؤية او الستة تطلع تروح لحد البير وترجع تاني فاحنا بنحاول نعمل الحياة الأدمية للمواطن او الاهالين جوه المطروح بنحاول نوفرها في المؤسسة عندهم طيب ان نشوف بعد الوقت تقرير خاص جدا من تقرير مؤسسة صوفيا الماء والمعهد القومي الاورام ونرجع نعلق علي اهلا بيكم مشاهدينا انا موجودة دلوقتي في المعهد القومي للأورام في التجمع فرع التجمع مستشفى سرطان السادي احنا طبعا موجودين لانه احنا في شهر اكتوبر الشهر الوردي للتوعية بمرض سرطان السادي حبينا ان احنا نكون جزء من التوعية دي لانه طبعا الاكتشاف المبكر بيؤدي الى نتائج عالية جدا في العلاج طبعا المعهد القومي للأورام تابع لجمعة القاهرة وهو مكان جميل جدا مكان حكومي فاكيد محتاج لدعمنا ومحتاج لتبرعاتنا العينية والمادية والنفسية كمان للمرضى احب انه كل اللي يقدر انه هو يجي ويساعد ويساهم ويدعم المعهد القومي للأورام ومستشفى سرطان السادي انا موجودة النهاردة معاكم وهيكون معايا مؤسسة سقيا الماء علشان نحاول ان احنا نساعد وندعم تعالوا معينا في جولتنا النهاردة دكتور عماد شاش مدير المستشفى اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك وزيارة كريمة وشرف لينا استقبال حضرتك في مستشفى سرطان السادي معهد الأورام جامعة خائرة ربنا يكرمك يا دكتور واحنا عايزين كده نبزة سريعة طبعا معهد الأورام يعني اكيد غني عن التعريف بس عايزين نبزة سريعة للمشاهدين عن تاريخ معهد الأورام وكمان احنا النهاردة في فرع مش بقى في مكان المعهد الرئيسي لكن في التجمع فرع من فروع المعهد مستشفى سرطان السادي زي ما حالك قلت احنا من اكتر من خمسين سنة معهد قامل الأورام تم انشأه في المكان الناس كلها عرفها اللي هو موجود في ميدان فم الخليج في شارع الأصل عيني الفكرة نفسها انه هو مريض السرطان بيبقى محتاج انه هو دكترة متخصصين متدربين بأعلى مستوى انه هما لقدموا الخدمة الطبية للمرضى فكان فكرة انشاءه انه هو يبقى مكان جامع شامل للناس المتخصصة في علاج السرطان وابتدى انه هو يشتغل ويشتغل من 1969 ومع تزايد الاعداد واعتماد الناس على المعهد القامل الأورام كمكان الناس بترجع له لما تبقى عوز المشهورة او عوز العلاج في علاج السرطان كان دايما محتاجين مكان اكبر مع تزايد عدد السكان وزيادة عدد المرضى معهد الأورام بيعالج 20% من عينين السرطان في جمهورية مصر العربية السرطان السدي هو مرض شفائي بإذن الله فنقدر ان احنا يبقى فيه دعم نفسي اكتر للسيدات مع العلاج اللي بيتاخد لهم وعشان كده من اول ما المستشفى افتتحت في 2013 لغاية النهاردة 362 الف زيارة مريضة مترددة للمستشفى 10200 عملية جراحة سدي اتعملت و120 الف جلسة هلاكيماوي اتخذت بها المستشفى طبعا ربنا يكرمكم يا دكتور على الدور اللي انتو بتقوموا ربنا يكرم ان شاء الله ربنا يشفي كل المرضى ربنا يكرم ان شاء الله استاذ عزة طاهر المدير الاداري لمؤسسة سقيا المقهل اهلا وسهلا بي احنا بحددين احنا طبعا موجودين النهاردة مع بعض في المعهد القومي الاورام مستشفى سرطان السدي وطبعا المؤسسة النهاردة احنا حبينا ان احنا نيجي ويكون معنا دعم وطبعا رعات عينية ودعم كمان لنعمل دعم نفسي للمرضى هنا في المستشفى مستشفى ربنا يكرم عايزة بقى استاذ عزة نوضح كويس للمشاهدين فكرة البروتوكول بين المعهد قومي الاورام وبين مؤسسة سقيا المقه في موضوع النخيل اللي هو الوقف لللي يعني ممكن توضح لنا بالتفصيل طيب احنا ممكن نجيب من اول تاني موضوع اصلا هي ايه البروتوكول بتاع الوادي الجديد او ايه مشروع سقيا المقه ايوه مشروع عبارة عن 200 فدان هنستصلحهم هناك هنزرع فيهم حوالي 12 الف نخلة النخلة ده المتبرع بيدفع 4000 جنيه بيشتري نخلة من خلال النخلة دي عمرها بيقعد اكتر من 80 سنة بتدي من 250 ل 450 كيلو بلح في السنة يعني تقريبا كامل المبلغ بيطلع منه حوالي 8000 جنيه يعني مثلا انا لو انا دلوقتي قررت ان انا هعمل نخلة واقف لللي في مشروع مؤسسة سقيا الماء انا هدفع 4000 جنيه وبعدين هعملها واقف لللي للمعهد القومي الاورام كل سنة النخلة دي هتطلع بما يعادل 8000 جنيه وعلى حسب بقى ممكن مع الزمن يغلو طبعا بس مبدئيا يعني 8000 جنيه كل سنة هيروح التبرع البتائي ده طول العمر للمعهد القومي الاورام وتبقى واقف وصدقة جريه بالضبط كده احنا بنحاول برضو نوري المتبرع ايه المصادر او ايه الاماكن ان هو ممكن النخلة بتاعته او الريع بتاعها يطلع لفين نestate انzier zarawnyyに行 there is a 극 اللي انت متبنيها عندنا او بتزرحها قصدي عندنا اللي هي رايحة للمعهد فانا ببريره كل النخارج اللي هو ممكن ان يطلع بيها عشان يعني كان عنده كذا اختيار مش اختار واحد ربنا يكرومكو ايه انا ان شاء الله اكون اول ديع اعمل الفكرة النخلة الوقفة للليه وعمل نخلة واقفة للليه صدقة جارية للريح بتاعها يبقى طول العمر للمعهد القومي الأورام وربنا يتقبل وإن شاء الله يعني كل المشاهدين يعملوا زي وتبقى كده يعني أكون أنا بدرة خير كده المبدرة كده ونبقى كلنا مع بعض إن شاء الله ربنا يكون بس دعا وربنا يتقبل مع حديك مبدرة يا رب شكراً يا سيدا مؤسسة سقي الماء نعمل من أجل الإنسان شوفنا طبعاً مع بعض التقرير وبجد كان يوم جميل أنا ببسط جداً يعني الحقيقة المعهد قومي الأورام ومستشفى سرطان السادي في التجمع يعني بصراحة جميلة جداً كبيرة ونظيفة والخدمات والعلاج مجانية في المية وشوفنا وهما بيحضروا العلاج للمرضى وتكلمنا عن المرضى بسطبع ومصورناش معهم عشان يعني نفسيتهم والخصصية بتاعتهم وفكرة طبعاً الوقف لله البروتوكول مع مؤسسة سقي الماء والمعدة قومي الأورام مستشفى سرطان السادي جميلة جداً اللي يحب أنه هو يعمل وقف لله نخلة وتفضل الريع بتاعها طول العمر يروح المكسب بتاعها لصالح مستشفى سرطان السادي المعدة قومي الأورام يعني أنا في البداية بحب أشكر طبعاً حضريك أن أنت كنت مصرراً تنزلي معانا وحطيتي أول بزرة للمعهد ناك هي فكرة المؤسسة أن احنا بنحاول على قد من نقدر أن احنا ننوع مخارج التورق أو مخارج الصدقة اللي هو هيطلحها من الريع نفسه من النخل لكذا اتجاه علشان يكون هو الرؤية موجودة فيه ناس بتحب جداً هو يتبرع أصل لمجال الطبي وللناس المرضى والناس اللي تعبانة فأنا قلت له ده اتجاه وفيه ناس بتحب الحاجات الصدقات الجارية اللي هي المية فأنا قلت له فيه أبار وفيه وصلات مية فقادي ثلاث اتجاهات المؤسسة بتوفرهم لحضرتك أن أنت حابب تحط الريع بتاعك يروح لهنا هيروح حاب يروح للوصلات هيروح حاب يروح للأبار نفسها هيروح ودي حاجة يعني نسأل ربنا أنه هو تكون دايما للمدة كديرة يا 80 سنة أنت الناس دي خلاص بقوا عارفين يعني أنا النهاردة مثلاً الـ 12 ألف أو قلنا عشر نخلات فالعشر نخلات دول خلاص المعهد بقى عارف أنه هو كل سنة بيجيله الريع بتاع العشر نخلات دول يعني حوالي 80 ألف جنيه هو بيجيله كل سنة 80 ألف جنيه فهو خلاص مخصص المبلغ ده لبعض الحالات اللي تعبانة اللي جوا فإن شاء الله لسه عندنا أكتر والفترة الجاهة يكون عندنا مخارج أكبر وإنجازات أكتر إن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمكم ويتقبل مننا جميعاً يا رب ومكل المشاهدين ومشاهدين خليكم معينا بعد الفوص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة